نصبح على العالمين ونقول مع محمود جميل أخبار العالمين النهاردة ومهرجان للعالم عالمين صباح الخير يا محمود صباح الخير عليك يا هيبة صباح الخير عليك يا مصطفى بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان دعاً نصبح عليكم من الأجواء السحرة الجميلة من مدينة العالمين الجديدة خليني بس أقولكم كده في البداية الحقيقة إن منظر البحر حلو قوي وميت العالمين كمان جميلة قوي وده اللي بيجذب عدد كبير من الزائرين والسائحين ان هما يترددوا على مدينة العالمين الجديدة ويستمتعوا بكل الفعاليات اللي موجودة طوال 50 يوم في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته التانية طبعا زي ما تبعتم في التقارير اللي كانت موجودة عن الفعاليات اللي كانت امبارح والحياة كانت فعاليات في منتهى الجمال والروعة لكن انا بس عايزا اللي انا شفته من انبساط الناس الحقيقة والجماهير والزائرين اللي كانوا موجودين بدءا من الشاطئ اللي كان موجود الخاص بمدينة العالمين واللي خصصته الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لدخوله بالمجان الحياة الناس كانت مبسوطة قوي وكانوا جيد من كل المحافظات ووجهوا الشكر الحقيقة للشركة المتحدة على هذا الشاطئ اللي دخوله بالمجان وان ما فيش تكلفة لدخول هذا الشاطئ سوى تقريبا يعني مسافة الطريق اللي جاي بقى من اسكندرية واللي جاي من قصيوتو اللي جاي من المانيا كل الناس كانت مستمتعة الحياة بالاضافة الفقرات الطنورة والفنون الشعبية ودي طبعا فعاليات وزارة الثقافة اللي كانت اول يوم امبارح والفعاليات دي هتستمع على مدار الايام القادمة سواء في الممشا السياحي وهي كان فيه وجود كبير جدا من الاسر ومن الاطفال اللي كانوا موجودين وحريصين على حضور الفعاليات وكمان اكدوا انه هم منتظرين كمان مهرجان نبتة وفعاليات الاطفال علشان يستمتعوا هم واطفالهم طبعا خلال فترة الاجازة في مدينة العالمين الجديدة احنا طبعا الفعاليات مستمرة سواء خاصة بوزارة الثقافة او حد الفعاليات الرياضية او حد الفعاليات الفنية والاسبوع من مهرجان العالمين الجديدة هيكون اسبوع قوي جدا بالعديد من الفعاليات طبعا الجميع في انتظار حفل القيصر الفنان كازم الساهر اللي هيكون فيه منطقة الارينة والحقيقة فيه استعدادات بتتم على قدم وصاق لاستقبال الحفلة انه طبعا متوقع كالعادة جمهور القيصر طبعا هيكون موجود بعدد كبير جدا في منطقة الارينة وخلينا اتكلم عن منطقة الارينة انه تم تجهزها بنطاق اوسع من حيث المساحة ومن حيث كمان التنظيم وبوابات الدخول وبوابات الخروج اللي بيميز كمان منطقة الارينة ان هي موجودة بجوار المدينة التراثية والمدينة التراثية هتشهد فعاليات اخرى طبعا لوزارة الثقافة لكن خلينا كمل في الحفلات الفنية ان احنا هيكون عندنا يوم الخميس اللي جاي هيكون عندنا حفلة قازم الساهر يوم الجمعة طبعا مع الفنانة الكبيرة مجد الرومي بحضور الموسيقار نادر عباسي فبالتالي كمان هتكون حفلة جميلة جدا وكل عشاء الفنانة الكبيرة مجد الرومي هيكونوا موجودين طبعا علشان يستمتعوا بكل الاغاني والفعاليات اللي هتكون موجودة في اليوم ده طبعا احنا النهاردة هنستكمل الفعاليات الخاصة بوزارة الثقافة هيكون في فرق اخرى للفنون الشعبية هيكون في فرق اخرى للطنورة من كل المحافظات من كل الفرق التابعة للهيئة العامة لأسور الثقافة هيكونوا موجودين على الممشى السياحي فكمان احنا من خلال برنامج صواح الخير يا مصر بنوجه الدعوة لكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي وموجودة في مدينة العالمين او حتى يقدروا ان هما ييجوا في مدينة العالمين خلال هذا الاسبوع هيكون فيه فقرات بتبدأ من الساعة تسعة بالليل على الممشى السياحي بجوار منطقة الالعاب الرياضية والمنطقة الترفهية والحقيقة زي ما الناس كانت مبسوطة امبارح النهاردة كمان متوقعين يكون العدد اكبر ويكون فيه حضور اكبر من الجماهير بعد الحالة الفرحة والبهجة اللي كانت موجودة امبارح في فعاليات مهرجان العالمين كمان النهاردة هيكون عندنا استكمال للفعاليات الرياضية هيكون فيه بعض الفعاليات الخاصة بكرة السلة والحقيقة فيه ملاعب مجهزة بأحدث التجهيزات الكبيرة في منطقة الالعاب الرياضية سواء بنتكلم على ملعب كرة السلة او على ملعب كرة القدم او البادل او الفولي بول هتكون معانا خلال هذا الاسبوع كمان الاسبوع ده هيكون عندنا استمرار الفعاليات الخاصة بالحيوانات الاليفة زي ما تابعنا طبعا وشفنا مدى الاهتمام بالحيوانات الاليفة والعناية الشخصية بهم وعرض الفاشن شون الموجود لهم فبالتالي هتستمر معانا كمان الفعاليات دي خلال الاسبوع التاني من مهرجان العالم عالمين خلينا اقولكوا كمان ان احنا من ضمن الفعاليات اللي هتكون موجودة هيكون فيه بعض الحفلات اللي موجودة في المدينة التراصية يعني إحنا الأرينة هيكون فيها حفلات بالليل وكمان المدينة التراصية هيكون فيها حفلات تابعة للفرق التابعة لوزارة الثقافة منها طابلة السد كمان هيكون عندنا مصرحية فيلم رومانسي هتكون موجودة معنا في مدينة العالمين عدد كبير من المصرحيات ويمكن طبعا النسخة التانية فيها تركيز كبير جدا فيما يتعلق بالمصرحيات وفيما يتعلق بالأطفال هنشوف طبعا الفنانة دنيا سامير غانم وهنشوف الفنان الكريم عبد العزيز عندنا لسه كمان في مفاجآت جاية خاصة بالمصرحيات وخاصة بالحفلات عدد كبير جدا من النجوم اللي موجودين سواء من مصر أو حتى من الوطن العربي فنقدر نقول ان دلوقتي اي حد متواجد في مدينة العالمين الجديدة يقدر ان هو يستمتع طوال اليوم بكل الفعاليات والمناظر الجميلة والاجواء السحرة في مدينة العالمين طبعا حالة التقصي هنا بتساعد الناس على ان هم يقبلوا على الشواطئ وبالليل طبعا يكونوا موجودين على الممشى السياحي فبالتالي بيكون في اقبال بنشوفه طبعا من الناس في كل المناطق اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة خاصة شاطئ العالمين المجاني اللي كنا بنتكلم عليه كمان من ضمن الفعاليات اللي هتكون موجودة هي البراموتر وهو الطيران الشراعي هيستمر معانا كمان الاسبوع ده وتقريبا هم بيكونوا موجودين يوميا من الساعة 8 او 9 صباحا لحد طبعا نهاية اليوم بيكونوا موجودين والحياة دي بتكون يعني نوع من انواع الطيران الخفيف واللزيز كمان لكل العشاء اللي بيحبوا يطيروا في السماء ويشوفوا كمان سماء مدينة العالمين الفوق والأقراج الجديدة السحرة فالحقيقة أجواء مبهجة جديدة جدا صورة كبيرة قوي وشوقتنا ان احنا نكون معاك في الصورة دي ويمكن اللقطة او المشهد اللي احنا شايفينه بشكل الساحل ولون الميا يخلينا يعني ما نوصفش بالكلمات العين ممكن تقرأ كويس قوي كمان واضح ان الناس بدية اليوم من اوله وماليا الشط والبحر فعلا بتدوا ينزلوا فيه لكن خليني اقولك ان احنا متواصلين معاك ومع جمانة في ان احنا نعرف الفعاليات اللي بتتم كل يوم اكيد كل ما بنعرف الناس بيبقى فيه اقبال اكتر والعدد بيزيد لكن اللي ما بيعرفش او بتصادف معانا هو يشوفنا ازاي يقدر يعرف الجداول اللي انت كلمت عنها يوم بيوم ويعرف اين اللي ممكن يستمتع به في العالمين طيب اولا هو يقدر يتابع الفعاليات طبعا من الصفحات الرسمية الخاصة بمهرجان العالمين على مواقع تواصل اجتماعي وفي موقع كمان للمهرجان ومن خلال القناوات كمان الفضائية هيقدر ان هو يتابعنا ويعرف الجداول والفعاليات اللي موجودة لكن مبدئيا يقدر ان هو يدخل على مهرجان العالمين الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي هيلاقي كل الفعاليات موجودة ويقدر يتابع اماكنها وكمان موعدها وكمان الحجز بيكون من عن طريق موقع تسكرتي بالنسبة لبعض الفعاليات لكن في بعض الفعاليات الاخرى يقدر ان هو ييجي وانبارح كنا شايفين كل الناس بتدخل بشكل طبيعي جدا وبشكل مجاني بالنسبة ليه منطقة الالعاب الرياضية بالنسبة بقى يقدر يستمتع ازاي هنا في مدينة العالمين الحقيقة هي يعني دايما بيسموها هي المدينة التي لا تنام يعني احنا الصبح يقدر ان هو يستمتع بالشواطئ اللي موجودة وده طبعا اللي بيحصل في كل شواطئ مدينة العالمين الجديدة وعلى رأسهم الشاطئ المجاني اللي خصاصيته الشركة المتحدة للكدمات الاعلامية مع انكسار موجة الحر بقى ومع غروب الشمس بيبتدوا الناس ان هم يتجولوا بقى على الممشى السياحي وايضا في المحل التجارية لان في عدد كبير من المحل التجارية والبرندات والكافيهات كمان والمطاعم فتحت جديد في منطقة الممشى السياحي والنورث سكوير فيقدر ان هم يستمتعوا بالاجواء دي طبعا بعد انكسار الموجة الحرة ثم كمان ان هم يقدروا بقى يستمتعوا بفعاليات مهرجان العالمين الجديدة في منطقة الالعاب الرياضية او مدينة الالعاب الرياضية وديجب بجوار النورث سكوير بعد الممشى السياحي اللي امام الارينا وكمان على مدار اليوم بقى يقدروا كمان يستمتعوا بحالة التقس والجو الجميلة جدا اللي موجودة في مدينة العالمين وبنوعة كمان استاد المشاهدين ان هم لما هيجوا هنا مدينة العالمين اكيد هينبسطوا وبالتأكيد مستنينكم يعني كل الناس الناس تكون موجودة معنا هنا في مدينة العالمين وكل الناس تكون مبسوطة باجواء العالم عالمين يعني صورة مهمة وأكيد هنتابع معكم باقي التفاصيل الخاصة في فعاليات المهرجان شكرا أنك محمود جميل موفد القناة الأولى للعالمين أكيد صورة مهمة جداً ناس كلها منتظرة طبعاً حفلة القيصر كزم الساهر وحفلة مجد الرومي بعد النجاح اللي حقيقته الحفلات الخاصة سواء بالكينج أو المتحة صالح بالإضافة كمان لوجود الفعالات الرياضية والثقافية والترسية طبعاً والأحلى من كده هي بتناسب كافة الفئات سواء عمرية أو مستوى اقتصادي يقدر أن هو يروح في اللي يقدر أن هو يروح ويستمتع بيه ويقدر عليه طبعاً ده بالإضافة أن فيه شط مجاني ده مفتوح للطبيعة واللي استمتع بيها اللي قامت بيه الشركة المتحدة للخدمات الألمية